أول ظهور له في النادي الآلي في الجزيرة بعدما أنهى إجراءات انتقاله للنادي الآلي وكان معاه الدكتور عصام صراك زي ما أنتم شايفين مسؤول التعاقدات في النادي ويبدأ عبدالله الشامي هذا المدافع السوري مسرته مع النادي الآلي وأعرب عبدالله الشامي عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي البطولات ومن فيهم كان عنده عروض من أندية أخرى كان من ضمنها يمكن بعدما مضى عقد مع الصفاء اللبناني مضى العقد مع النادي اللبناني وبعدما مضى جاله عرض النادي الآلي فشاف زي ما هو قال أنه عرض الآلي لا يمكن أبدا تعويضه أو السكوت عليه فطلب من النادي اللبناني فسخ التعاقد والانضمام للنادي الآلي وزي ما شفته حرص على النهاردة بفور وصوله للقاهرة أنه يجي النادي وعبر عن سعادته الكبيرة لكن كمان قال أنه تابع مباراة الأهلي والترجي وشايف أنه فرصة الأهلي قائمة وكبيرة على التخطي الفريق التونسي يوم السابت إن شاء الله قال أنه مسيرة الكروية لعب فيها مع نادي البحرين البحريني ولعب مع أحد الأندية العراقية وكمان هو لعب دولي سوري سواء كان في منتخب الشباب أو المنتخب الأولومبي حسب سنه وشارك معاه في بطولة غرب آسيا قال بالنسبة للعاب المصريين هو كان معجب كتير بمحمد أبو تريكا وأنه سيرجيو رامس لعب ريال مدريد هو مثله الأعلى شايف عبدالله الشامي أنه منتخب بلاده عنده فرصة إن شاء الله تعالى يروح كاس العالم حتى وإن كانت الفرصة الطالت شوية بعد الدخول في ملحق التصفيات في مواجهة أستراليا لكن بيأكد الشامي لعب الأهل الجديد اللي انتوا شايفينه عن قدرة المنتخب السوري بإذن الله أنه يتآهل للمنديال ويفرح كل الشعب السوري والشعب العربي في هذا الظرف الصعب عبدالله الشامي خلاص لبس الفانيلا الحمراء بشموندس والتقطت له الصورة ليبدأ المسيرة مع الأهل نارجلات توفيق ونكون إضافة حقيقية مؤسرة مع النادي الأهل بإذن الله كمان البطاقة الدولية لصديقك بقى اللعب الجنوب الأفريقي باكا باكا وصلت لاتحاد الكرة علشان يتم السماح ليه مع استئناف مسيرة الأهل في الدوري يشارك باكا الجنوب الأفريقي مع الأهل لكن كانت تعارفين ما تمش قيده في القائمة الأفريقية لأنه كان لعب مع النادي الجنوب الأفريقي ناديب بيت فيست الجنوب الأفريقي هذا الموسم وباكا سنه عشرين سنة وماضي أربع سنين للنادي الأهلي مقابل مليون وربمائة ألف دولار باكا باكا كل الناس بتتعلق أمال كبيرة على باكا طيب بمناسبة بقى النجوم الأهلي المحترفين من الخارج الأشعة أثبتت سلامة كتف وليد أزارو المغربي اللي كان أصيب بكادمة بسيطة في المباراة الأخيرة أمام التراجي التونسي والدكتور أكد جاهزته للمشاركة بإذن الله في مباراة السابت شايفين الكابتن حسام البدري عنده ثقة كبيرة في وليد أزارو عمل مضش كبير الحقيقة قدام التراجي هنتكلم على وليد شوي طبعا لأن الحقيقة التقييم مش موضوعي مع وليد صحيح باسم علي أيضا ظهير أيمن الأهلي بيواصل التأهيل بعد شفاءه من الإصابة وبيقترب كثيرا من دخول تدريبات الكرة بعد ما كان بيعاني من إصابة في العضلة الضمة وميدو جابر كمان سبقوا في إنجاز البرنامج التأهيل له وانضم بالفعل للتدريبات الجماعية للفري لكن في تدريبات استشفائية كمان لمجموعة من الأساسيين في مران الآلي التدريبات الاستشفائية في محاولة لعلاج حالات الإجهاد والإرهاق اللي عند عدد من اللاعبين خاصة الدوليين اللي المسألة بالنسبة لهم منتظمة ومستمرة في أحمد فتح وسعد السمير ومحمد نجيب وعلي معلول وحسام عشور وعمر السلاي وعبدالله السعيد وجونيور أجايه ووليد أزارو اللعبون المجهدون أدوا تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا أخصاء التأهيل في الجارية حوالي الملعب لمدة 15 دقيقة وأداء بعض تدريبات الإطالات التبرين شاهد النهاردة تأسيمة قوية جدا بين اللاعبين في أستاذ مختار التيتش يحاول من خلالها كابتن حسام البدري يطمئن على بعض الجمل التكتيكية اللي بيخطط بإذن الله تعالى لمواجهة التراجي أو مجابهته بيها يوم السابط إن شاء الله السفرية بتاعت النادي الآلي اللو عشرين شمس المدير التنفيذي للنادي حصل على تأشيرة السفر لتونس كما حصل أيضا للمهندس محمود طهر رئيس النادي على التأشيرة في انتظار حسب رئاسة البعثة يعني في انتظار حسب لم يتقرر بعد هل المهندس محمود اللي هيطلع طيب وتم استخراج تأشيرة للو عشرين يعني ممكن اللو عشرين يبرئيس البعثة يعني لو لازم الأمر والمهندس محمود تعذر سفره هيسافر اللو عشرين طيب أنا الحل الوقت أو يسافر اللو عشرين برفقة البعثة طيب مجموعة الأخبار لحد الوقت الحمد لله تتفق مع رؤيتنا في أن تكون الحراقة إيجابية مجموعة أخبار إيجابية تبعث على التفاؤل المشاكل بتنتهي تباعا سبقا إدارية أو صحية واللعبة المتأخرة جات والبطاقة جات لا يبقى إلا التوفيق وإحمد حمدي وإحمد الريان باعتبارهم ناشئين ومش مسجنين نضموا لتدريبات فريق الشباب في النادي النهاردة لكن مدامنا في الأخبار الإيجابية والأمل الكبير والحلم الأكبر بتأهل مصر إن شاء الله